استمرار المعارك بين تنظيم الدولة والنظام على عدة جبهات في مدينة ديرزور أثوار يستعدون مزيد من المواقع في ريف الأذيقية الشمالي الهيئة السورية العليا للتفاوض تعلن قائمة وفدها لمحادثات جنيف واشنطن تعترف بوجود مسائل عالقة قبل المفاوضات السورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الجسر الفضائية حياكم الله درت اليوم اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام على جبهات مطار ديرزور العسكري بالتزامن مع غارات للطيران الحربي على محيط المطار يتي ذلك ضمن هجوم يشنه تنظيم الدولة على مواقع للنظام في المدينة ومحيطها سيطر خلالها على عدة مواقع كان آخرها جبل الحجيف يوم أمس إلى ذلك شنت طيران الحربي غارات على حي جنمات في المدينة وطالت غارات مماثلة بلدة البغيلية وكان طيران نظام الحربي ارتكب أمس مجزرة في بلدة البوليل في الريف الشرقي سقط فيها أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرح من المدنيين لليوم الرابع على التوالي معارك وقل ما يقال عنها أنها عنيفة طرفها الأول تنظيم الدولة الذي كان قويا متماسكا على حساب الطرف الثاني المتمثل بقوات النظام التي بدت ضعيفة مرتبكة تقدم كبير أحرزه التنظيم في مواقع هامة بدير الزور المؤكد منها حتى الآن وبتصريحات رسمية من قبل التنظيم ومن أهالي المنطقة هي قرية البغيلية وتلة المحروقات ومستودعات الصائقة وبرج الإذاعة وجمعية الرواد السكنية ومستودعات الذخيرة في عياش وبعد أن استغل التنظيم العاصفة الغبارية التي اجتاحت المدينة أعلن سيطرته على جبل لحجيف الهام المطل على اللواء 137 وعلى نقاط داخل المدينة على جبهات الموظفين والإجبالة وأنباء عن سيطرته على مشفى القلب الأعداد الكبيرة لقتل النظام وشبيحة الدفاع الوطني جعلت حالة المقاتلين بالحضيط وازداد ذلك بعد اختفاء اللواء محمد خدور والعميد عصام زهر الدين ليخرج إعلام النظام ويبرر اختفاء زهر الدين بتعرضه لأصابة بالفخذ نقل على إثرها للعلاج بينما المصادر المطلعة أكدت هروبهما بمروحية إلى الحسكة والأنباء أكدت أيضاً إخراج عوائل الضباط العلويين ما جعل الأهالي يخرجون بمظاهرات أمام مبنى المحافظة مطالبين بإخراجهم من المدينة متخوفين من مصير مجهول بعد سيطرة التنظيم التي قد تكون وشيكة لم تحسم المعركة بعد فالتعزيزات التي استقدمها الطرفان تنبئ بأن البت بانتصار أحدهما ما يزال مبكراً ولو أن الكفة حتى الآن ترجح لصالح التنظيم سيطر الثوار اليوم على بلدتي الغنيمية ووادي الشيخان بعد تحرير قرية الحور في جبل الأكراد بريف اللاذقية عقب اشتباكات عنيفة قتلوا خلالها عدد من عناصر النظام وميليشياته وأسروا ستة بينهم ضابط كما اغتنموا دبابتين وعربة بمبي ومدفعاً وذخائر متنوعة إلى ذلك تواصلت الاشتباكات بين الطرفين في محيط قرية ميرو في حين قصف الثوار بصواريخ الأكراد مطار حميم العسكري يأتي ذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقها الثوار أمس الأول تحت اسم رص صفوف لاستعالة عدة مواقع في جبلي الأكراد والتركمان سيطر الثوار خلالها على قرية بيت أبلق وتلة الزيتون ومدرسة عطيرة وتلة طعومة من جهة نخرى قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة للقرى المحررة في جبلي الأكراد ما أسفر عن سقوط شهيد بينما شنت طيران روسي غارات على مرج زاهية في جبل التركمان من جانب آخر فادت مصادر محلية بانشقاق عنصرين من قوات النظام المتمركزة في منطقة نبع المر وسلم أنفسهم للجانب التركي القريب من المنطقة على الحدود السورية التركية ولوقوفي على آخر التطورات في اللذيقية ينضم معنا من اللذيقية مراسلنا شادي ألعوين أهلا بك شادي لنبدأ أولا من المناطق التي حررها الثوار بدءا من قرية الحور ما هي أبرز تفاصيل المعركة نعم محمد تسلل السوار صباح اليوم باتجاه قريتي الحور والاغنامية وتمكنوا من السيطرة عليهم بعد معارك عنيفة جرت هناك اعتمد السوار على أبناء المنطقة الذين يعرفون تضاريسها جيدا في التسلل فتمكنوا من أسر ضابط فادي سليمان وأيضا خمسة عناصر معه وقتل ما يقارب العشرين عنصر في هذه القريتين أيضا تم اقتناء دبابتين وعربة بمبي وعدد من الرشاشات السقيلة والآن تمكن السوار من تدمير بيكاب محمل بالعناصر بلسطة صاروخ داو المعارك مستمرة في هذه المنطقتين وأيضا في بيت ميرو في قرية بيت ميرو التي أيضا تسلل إليها السوار وقتلوا العديد من عناصر نظام فيها قرية بيت ميرو القريبة جدا من بلدة سلمة طيب شادي ماذا عن تحرير بلدتي الغنيمية ووادي شيخان وأين ستكون وجهة الثوار التالية بعد تحرير هذه البلدتين أصبح السوار قريبين جدا من بلدة ألمريج وأيضا من بوابة مدينة سلمة وجهة السوار القادمة هي سلمة الهدف الأبرز للسوار واستعادة كافة المناطق التي سيطر عليها أبن الزر أيضا السوار قاموا بقصف بسواريخ غران مطار حميم مجددا اليوم وسط غارات أيضا روسية كثيفة طيران الروسي استمر في قصف عدة قرى في جبل التريكمان وجبل الأكران وهناك أيضا معارك في جبل التريكمان حيث تقدمت قوات النظام في جبل التريكمان منذ يومين بعد ببئي المعركة نعم شادي العوين مرسلنا من اللذيقية شكرا جزيلا لك في الحسك انفجرت دراجة ملغمة قرب حاجز للميليشيا الكردية عند مدخل مدينة تل تمر في الريف الغربي ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا وجرح آخرين وفي خبر منفصل قالت عدة مصادر إعلامية إن حوامتين تحملان ذخائر خفيفة وقنابل يدوية هبطت أمس في قاعدة عسكرية تجهزها القوات الأمريكية في قرية رميلان الباشا بريف محافظة الحسك والخاضعة لسيطرة الميليشيا الكردية وتضم القاعدة نحو 150 جنديا أمريكيا هم الذين يسيطرون عليها فيما تقوم الميليشيا الكردية بحمايتها من الخارج وتمنع المدنيين من الاقتراب من المنطقة وتقوم القوات الأمريكية بتجهيز مطار من أجل استقبال حوامات شحن أمريكية تنقل السلاح والمعدات إلى الميليشيا الكردية وفي الرقة شنت طيران روسي غارات على مؤسسة المياه والفرن الآلي في مدينة الطبقة غرب الرقة نفذ الثوار عملية تسلل ناجحة داخل لواء 82 المحاذي لمدينة الشيخ مسكينبري في درعة قتلوا خلالها عددا من عناصر النظام كما أسروا آخرين إلى ذلك توصلت المعارك بين الثوار وعناصر النظام على جبهات الشيخ مسكين بالتزامن مع غارات روسية على المنطقة ينضم معنا من درع الناشط الإعلامي أحمد المسلم أهلا بك أحمد ما هي تفاصيل العملية التي نفذها الثوار في اللواء 82؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المعارك نعم أحمد تفضل نعم أخي الكريم ما تزال اشتباكات مستمرة في مدينة الشيخ مسكين المعارك ما تزال إلى هذه اللحظة قائمة المدينة تشهد معركة حقيقية بين قوات النظام المدعومة بالحزب الله اللبناني وحراف التوري الإيراني والعراقيين بالإضافة للساطينيين والزيناليين وميليشيات أحمد جبريل بغطاء روسي اليوم ثلاث غارات روسية على المدينة في الصباح الباكة باشتباكات ما تزال مستمرة وتدمير بعربة مدرعة لقوات النظام داخل لواء 82 بالإضافة إلى الاختنام أخرى وتدمير دبادة خلال اشتباكات القائمة بجهة أشتمالية الغربية على كتيبة النيران الاختباكات كانت على أشدها بجهة الشرقية من المدينة على الدوار الرئيسي باتجاه المساكل العسكرية حتى ما تزال في الصباح النظام متواجدة على الأرم رغم الأجواء الماضرة والبرد الشديد ما تزال كتائب فيش الحر والتصاري العسكرية تتابع الاختباكات القائمة تقاتل بقوة كبيرة أمام هذه الهدمة الشرسة على مدينة الشيخ موسكين وسط قصف علي السبل المدفعية وراجمات الصواريخ وأيضا استهدافة أربع غارات جوية أحمد كنت قد سألتك عن عملية تسلل ناجحة نفذة الثوار داخل الواء 82 هل لديك تفاصيل ما هي النتائج؟ نعم كان هناك عملية عسكرية مباركة للجيش الحر حيث تمكنت مجموعة تتبع للجيش الحر بالتسلل الواء 82 والقيام على الانتفاص على مجموعة من هذه من قوات النظام وتمكنوا من أسر خمسة بينهم ضابط والآن هم موجودة انقطع الاتصال مع الناشط العلامي أحمد المسالمي على كل الأحوال أشكرك جزيلاً الناشط العلامي من درع أحمد المسالمي درت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة حرش خان طومان في ريف حلب الجنوب في حين استهدف الثوار مواقع النظام على جبهتي لكلارية وصوامع خان طومان ومواقع أخرى بحيي الخالدية والأشرفية بمدينة حلب من جهة أخرى استعاد تنظيم الدولة السيطرة على قرية قره كوبري في ريف الشمالي بعد اشتباكات مع الثوار في حين قصف تنظيم الدولة بقذائف الهاون قرية بوراز غرب مدينة عين العرب هذا واغتال مجهولون قياديا في حركة أحرار الشام على الطريق الواصلة بين مدينة عزاز ومعبر باب السلامة قتل الثوار سبعة عناصر من قوات النظام ودمروا مدفعا لهم على جبهة بلدة حرب نفس في ريف حمال جنوبي عقب محاولتهم التسلل باتجاه حاجز المداجن المحرر بينما شنت طيران روسي غارات على البلدة وفي الريف الغرب إدارة اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات النظام على جبهة قرية المنصورة بسهل الغاب في حين قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ قريتي السرمانية والزيارة من معسكر جورينا من جهة أخرى أكدت مصادر محلية انفجار مستودع للذخيرة في موقع لقوات النظام بقرية قمحانة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح منهم ينضم معنا من حمام مرسلنا محمد الخاني أهلا بك محمد وإن كنت تسمعني ماذا عن مقتل عدد من عناصر النظام على جبهة حرب نفسه محمد هل تسمعني على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بمرسلنا محمد الخاني ربما نعود الاتصال به في سياق هذه النشرة قصفت قوات النظام اليوم مدينة دومة بريف دمشق بقذائف المدفعية دون أنباء عن سقوط ضحايا هذا وتصدى الثوار أمس لمحاولة تقدم قوات النظام على جبهة بلدة مرج السلطان في ريف دمشق وقتل وجرح العشرات من عناصر النظام كما استهدفوا تحصينات قوات النظام على جبهة بلدة حوش الفار بقذائف المدفعية وفي الغوطة الغربية تعرضت مدينة دارية لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات النظام ما أدى إلى سقوط جرحا تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على التلال الشرقية لبلدة مهين في ريف حمص الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في المنطقة ودارت اشتباكات مماثلة في محيط قرية الدوة بينما شن سلاح الجو الروسي غارات على مدينة القريتين ما أسفر عن سقوط جرح مدنيين وفي الريف الشمال استهدف الثوار بقذائف الهاون تجمعات لقوات النظام على طرف قرية تيرمعلة في حين درت اشتباكات بين الطرفين على جبهات الهلالية وأمشر شوح وجبورين من جهة أخرى فاد ناشطون بانفجار مستودع للذخيرة في قرية أم حارتين الموالية في محيط حي الوعر بمدينة حمص نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل وزير الخارجية الألماني يقول إنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي حل سريع لأزمة اللاجئين ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 أهلا بكم أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماع لها بالرياضي أسماء الوفد المفاوض في محادثات جنيف وأسمت العميدة أسعد الزعب رئيسا للوفد المفاوض وجورج صبر نائبا له وضم الوفد محمد علوش المسؤولة السياسية في جيش الإسلام حيث تمت تسميته كبيرا للمفاوضين بجنيف واشترط المنسق العام لهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب في مؤتمر صحفي إنهاء حصار المدن والبلدات السورية لحضور المفاوضات موضحا أنه لا يمكن للمعارضة التفاوض بينما يموت السوريون نتيجة الحصار كما أشار إلى أنه لا يمكن لفريق المعارضة المشاركة في المفاوضات إذا انضم طرف ثالث إلى المحادثات متهما روسيا بالعمل على عرقلة سير المفاوضات أقرت الولايات المتحدة بوجود بعض المسائل العالقة التي تستوجب العمل عليها قبل إطلاق مفاوضات الحل السياسي بين المعارضة السورية والنظام المقررة في الأسبوع المقبل في جنيف وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أمس إن هناك الكثير من الخلافات في وجهات النظر حول ما سيبدو عليه الحل السياسي في سوريا وكيف سيمكن الوصول إليه لكنه شدد على أن هناك تحركا داخل المجتمع الدولي يتجسد في المجموعة الدولية لدعم سوريا للمضي إلى الأمام باتجاه الوصول إلى هذا الحل وأكد كيربي أن الحكومة الأمريكية راغبة في أن ترى المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية تتحقق في الخامس والعشرين من كانون الثاني الجاري لافتا إلى أن وزير الخارجية جون كيري كان على اتصال مستمر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا ووزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف في الأيام القليلة الماضية وكان ديمستورا قدم الاثنين عرضا عن الاستعدادات لمحادثات جنيف أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في جلسة مغلقة وفاد دبلوماسيون بأن ديمستورا أعلن لموثلي الدولة الخمسة عشر أن الدعوة ستوجه عندما نصبح على أرض صلبة وعرب عن أمله أن يتخذ طرف النزاع إجراءات حسنية مثل رفع الحصار عن بلدات عدة ومن المقرر أن يلتقي وفداء النظام والمعارضة في جنيف ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة وبحسب خارطة طريق تم الاتفاق عليها في فيانا في تشرين الثاني الماضي فإن العملية السياسية ستبدأ بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ثم حكومة انتقالية فانتخابات وفي سياق متصل قال وزير الخارجة السعودية عدل الجبير إن المعارضة السورية هي التي تحدد من يمثلها من المفاوضات مع النظام وإنه لا يجوز لأي طرف أن يفرض عليها من يمثلها في هذه المفاوضات لم يكن تعثر الأمم المتحدة في تمهيدها لمفاوضات الحل السياسي السوري سوى نتيجة لتراكم العديد من العراقيل فالأزمة أكبر من مسألة عدم اتفاق على وفد المعارضة مزيد في هذا التقرير قفزا فوق الحقائق وتجاوزا لما يحصل على الأرض أراد المجتمع الدولي إجراء مفاوضات بين المعارضة السورية والنظام في موعد محدد لكن تلك المساعي اصطدمت بعقبات عدة جعلت الأمم المتحدة توقف إرسال الدعوات لحضور مباحثات جنيف بسبب عدم اتفاق القوى الكبرى على ممثل المعارضة لكن ما أعلن لم يكن سوى جزء من المشكلة فتحديد شكل المعارضة التي ستفاوض النظام بقيت ثغرة الأبرز التي يناور الروس من خلالها للتحلل من أي التزام الخامس والعشرون من هذا الشهر بدأ وكأنه سيكون مناسبة لالتقاط الصوري للمشاركين أكثر من كونه فرصة يجب على اللاعبين الدوليين اغتنامها لوضع حد للمأساة السورية جولات مكوكية قام بها المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا على عدد من عواصم العالم لحجد الدعم لإنجاز الاستحقاق غير أن الدعم تمحورا حول الاهتمام بجمع المعارضة والنظام في زمان ومكان واحد وبدلا من القيام بخطوات حسنية وبناء ثقة بالحد الأدنى واصل أصدقاء سوريا وأعداؤها ممارسة الضغوطات على المعارضة لتقديم التنازلات وحتى الخطوة الإنسانية تجاه المناطق التي يحاصرها النظام جاءت على مقاسه ووفقا لشروطه فبدت ذرا للرماد في العيون لا إنقاذا لشعب يفترض أن تنجز الحلول لأجله وتعقد الاتفاقات كي يحيا حرا كريما أقرب ما تكون الاتفاق أسل الفلسطينية تبدو اليوم محادثات الحل السياسي حول سوريا فهل يثبت العالم عكس ذلك ويركز على إحداث التغيير أم أن اللعب على الوقت سيبقى مفتوحا قال وزير الخارجية القطري خالد العطية في تصريح صحفي إن بلاده تعرف الإرهابين في سوريا أو تعرف الإرهابين في سوريا وفقا لما تم إدراجه في منظمات على لائحة الإرهاب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضاف أن أي مجموعة خارج هذه اللوائح تعد مجموعة معارضة خرجت لإيجاد حل يضمن له الحرية والكرامة وتأتي تصريحات العطية بعد مباحثات أجراها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا ركزت على إيجاد حل لأزمات المنطقة وعلى رأسها الوضع في سوريا إيران توقع اتفاقها النووي وروسيا تستمر في دعمها العسكري وتعزز وجودها في المتوسط فيما تستمر المحاولات الدبلوماسية لإيجاد الحلول في المنطقة زيارة لأمير قطر إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فتكون الهدية عربونا له استغلال الغياب الأمريكي في الممارسة والفعالية في المنطقة أتاح للروسي إمكانية ترتيب المشهد في الدول المطلة على البحر المتوسط وعلى الأخص سوريا وكما تحب وتشتهي فتبارك واشنطن وتقر بالدول الفاعل للروس في المنطقة إزاء الملف الإيراني وتبيع لا شيء لدول لا تملك من الأمر أي شيء في الواقع فيصبح لزاما أمريكيا على الدول المرتبطة بالملف السوري وإرهاصاته أن تنحو باتجاه الكريملين طلبا للحل ودفعا نحو الحل السياسي قمة بابها الأول مسائل تتناول الطاقة وعلى رأسها الغاز الذي تخشى موسكو أن تتجه فيه قطر إلى تركيا لإيصال غازها لأوروبا فتكون طعنة قاتلة فتترجم التصريحات في اللقاء بأن هناك حاجة ماسة للتنسيق العالي على مستوى الطاقة تمنيات قطرية من موسكو بالتعاون الجد والمثمر لإيجاد الحلول لمشاكل المنطقة خاصة في سوريا فيكون الإقرار صراحة بأهمية الدور المحوري الروسي في العالم أجمع رسالة قطرية لموسكو من أجل الدفع بالعملية السلمية سوريا قبيلا عقاد جينيف ثلاثة تثبت تلك الرسالة أن أمريكا سلمت موسكو مفاتيح الحل السوري وإنهائه في ظل استمرار النهج الروسي الداعم للأسد ونظامه فهل في الأفق ما يلوح به بوتين فعلا أم أن الزيارة استهلاك سياسي لا غير قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أنه لا يوجد بلد له الحق أكثر من بلاده بقول كلمته بمفاوضات سوريا لأن تركيا تستضيف مليونين ونصف مليون لاجئ سوريا على أراضيها بينما اعترفت واشنطن بوجود مسائل علقة تجب تسويتها قبل عقد مفاوضات السلام بين النظام السوري والمعارضة السورية وضاف أغلو في تصريح صحفي أنه لا يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري المشاركة في مفاوضات جنيف لأنه شريك مع نظام الأسد في جرائمه وأكد داود أغلو أن رفع الحصار الذي يفريضه النظام السوري على بعض المناطق السورية شرط لبدء مفاوضات جنيف معتبرا أنه لا يمكن لأي سوري العودة إلى وطنه طالما بقي الأسد في السلطة قال وزير الخارجية الألماني فرانك فاتر شتاين ماير إن هناك تقصيرا في تنفيذ الاتحاد الأوروبي لتعاهداته اتجاه تركيا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين وشار شتاين ماير أن تقصير الاتحاد ينبع في عدم إرساله المبلغ الذي تعهد به من أجل المساهمة في إيواء اللاجئين السوريين في تركيا وأكد الوزير الألماني أنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي حل سريع لأزمة اللاجئين مشددا أن إغلاق الحدود ليس حلا هذا وحذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة من أن ألاف الأطفال اللاجئين على طريق الهجرة عبر تركيا وجنوب شرق أوروبا معرضون للخطر بسبب الانقفاض الشديد في درجات الحرارة في الأسبوعين القادمين من جهة نخرى وصفت منظمة أطباء بلا حدود استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين بالفشل الذريع كما بررت المنظمة انتقادها لاستجابة الاتحاد بأنها تخلق بيئة مناسبة لاستغلال المهربين ظروف المهاجرين وقال الرئيس المنظمة إن اتباع الدول الأوروبية سياسات ردع قاسية إضافة لاستجابتها الفوضوية للاحتياجات الإنسانية للمهاجرين أدت إلى تفاقم أوضاع آلاف الرجال والنساء والأطفال الضعفاء والمعرضين للخطر كما حثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على تحديد سبل أكثر قانونية تسمح باللجوء إلى أوروبا وتسهل إجراءات اللجوء عبر الحدود بين تركيا واليونان قال وزير الخارجية السعودية عدل الجبير إن بلاده ترفض استبعاد السعي لامتلاك قنبلة نووية إذا حصلت إيران على واحدة وحذر من التأثير السلبي لرفع العقوبات عن إيران وردا على سؤال لوكالة رويتارز قال الجبير إن رفع العقوبات عن إيران سيكون له تأثير سلبي إذا استخدمت الأموال في أنشطة سيئة كما أكد الجبير أن استمرار المشاركة الأمريكية أساسي للاستقرار في العالم والمنطقة وتعد تصريحات وزير الخارجية السعودي أول تعقيب رسمي على بدء مسار رفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران ومجموعة الدول الست في تموز الماضي في العاصمة النمسوية فيينا وكان الجبير قد أشار في وقت سابق أمس إلى تدخلات إيرانية في شؤون دول المنطقة وبسبب هذه التدخلات والاعتداءات على سفرة السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد في وقت سابق من هذا الشهر اضطرت المملكة إلى قطع علاقاتها مع طهران وبالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية عدل الجبير قال مسؤولا في الخارجية السعودية إن إيران تقوم منذ عام 1979 بنشر الفتن والقلاق والاضطرابات في دول المنطقة ونقلت عنه وكالة الأنباء السعودية أن الهدف من ذلك زعزعة أمن المنطقة واستقرارها تعاهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة تعزيز تعاونهما في المعركة ضد الإرهاب بما في ذلك مسلحو تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني جاء ذلك في مكالمة هاتفية الأمس قدم فيها أوباما تعزيز لنظيره التركي في التفجير الذي وقع يوم الثاني عشر من كانون الثاني بمدينة اسطنبول وأودى بحياة عشرة أشخاص معظمهم سياح ألمان وقال البيت الأبيض في بيان له إن أوباما أدان أيضا سلسلة الهجمات التي شنها مؤخرا حزب العمال الكردستاني على قوات الأمن التركية وأكد الحاجة لوقف التصعيد وذكر البيان أن الرئيسين قالوا إن المعركة ضد الإرهاب ستكون من بين عدد من الموضوعات التي سيناقشها جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي خلال زيارة إلى تركيا السبت القادم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية بذريعة مشاركتهم في أحداث عنف ومواجهة ضد الاحتلال الذي ينفذ حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود نحو سبعة ألاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية من جهة ثانية أصيب أحد عناصر أو أحد عناصر الاحتلال بإطلاق نار في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية فجر اليوم دون أنباء عن اعتقال منفذ العملية وعلى صعيد آخر دهمت قوات الاحتلال منزلين لشابين فلسطينيين في مدينة الخليل تمهيدا لهدمهما بزعم قيام أحد الشابين بقتل مستوطنة إسرائيلية في عملية طعن بمستوطنة عن تأيل والآخر بذريعة تنفيذه عملية طعن في مستوطنة تقوع في الضفة الغربية نفت مصادر أمنية تركية صحة الإدعاءات حول دخول الجيش التركي إلى مدينة جرابلوس شمال شرق محافظة حلب السورية وأكدت المصادر أن الجنود الأتراكة قاموا بمسح أرض تركية لنزع الألغام المزروعة فيها مؤكدة أنهم لم يتجاوزوا مترا واحدا من الحدود السورية أثناء تنفيذ مهمتهم من ناحية ثانية كشفت التحقيقات الأمنية تركية أن منفذ التفجير الذي وقع بميدان السلطان أحمد في مدينة إسطنبول الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل أحد عشر شخصا كان على اتصال مع شخص بالقنصرية السورية قام بتزويده بمعلومات عن العملية وأشارت مصادر صحفية إلى أن التحقيقات كشفت اتصال لمنفذ العملية نبيل الفضلي مع أبراهيم أحمد إبراهيمي المشتبه بتورطه في التفجير حيث قام الأخير بإجراء اتصالات متكررة بسوريا لتقديم معلومات في نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه استمرار المعارك بين تنظيم الدولة والنظام على عدة جبهات في مدينة ديرزور أثوار يستعيدون مزيد من المواقع في ريف اللاذقية الشمالي الهيئة السورية العليا للتفاوض طعلن وقائمة وفدها لمحادثات جنيف واشنطن تعترف بوجود مسائل عالقة قبل المفاوضات السورية مشاهدين وصلنا معكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية من قناة الجسر الفضائية تابعون على الموقع الرسمي للقناة جسر تي في دوت كوم وأيضا على الشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لكم تحياتي محمد الإبراهيم وتحيات فريق العمل ودمتم بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة